أكد وزير الخارجية سامح شكري على امتلاك مصر أجهزة مسؤولة عن تطبيقات حماية الشواطئ والبيئة البحرية وخلال جلسة ضمن فعالية مؤتمر كوب 27 أشار شكري إلى مراقبة مختلف الأجهزة في مصر إلقاء المخلفات في مصادر المياه مع محاولة تحقيق التوازن البيئي على مستوى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وحماية المناطق الخاصة بالشعاب المرغانية شكرا جزيلا على انتباهكم للقضايا المرتبطة بالتغارض المناخية أولا السؤال المتعلق بالمحيطات والبحار لدينا أجهزة مسؤولة عن تطبيق التنظيمات الخاصة بحماية الشواطئ والبيئة البحرية وبالتأكيد نحن لدينا مسؤولية كبيرة ونراكب إلقاء أي مخلفات في المصادر المائية ونحاول أن نحقق نوع من التوازن البيئي على الشواطئ المصرية سواء على شواطئ البحر الأحمر أو البحر المتوسط ونحن نولي اهتماما خاص للمناطق التي تم اعتبارها مناطق محمية لا حيث دوجت فيها الشعاب المرغانية وهي في حاجة للحماية ويتم حظر أي إفراط للاستخدام أو الضرر الذي قد يلحق بهذه المناطق من قراء السفن التي تتمر بها هناك التركيز أيضا على القضايا المرتبطة بالتنمية لأن هناك الكثير من الاهتمام الذي نوليه للسياحة باعتبارها أحد أكبر مصادر الدخل القومي بالنسبة لنا وتطوير الشواطئ يجب أن يتسك مع التنظيمات البيئية والتشريعات البيئية الخاصة بالبحار هذا في إطار عملية تشريعية وقانونية وأيضا باستخدام التكنولوجيات المختلفة ونتمنى أن نستمر تعاوننا مع شركائنا وأصدقائنا بما فيها بالطبع الولايات المتحدة للتطبيق أفضل الممارسات وبناء القدرات إذن نحن مدركين لأهمية هذه القضية ونتعامل معها بالأهمية التي تستحقها فيما تعلق بتأثير التغير المناخي في مصر فإن هذا مرتبط بنضرة المياه والتصحر وكيف يمكن أن نستخدم موارد المياه المتاحة بأفضل طريقة ممكنة هناك أيضا صراعا مستمر لأن هناك زيادة مستمرة في السكان وهناك استصلاح للأراضي حتى نستطيع أن نحولها إلى أراضي قابلة للزراعة وتكون منتجة للأغزية لعدد السكان المتزايد وأيضا هناك قضية إدارة الموارد المائية التي حققنا فيها نجاحا وتقدما كبيرا استخدمنا تكنولوجيات للمحافظة على المياه وأنفقنا عبر الثمان سنوات الماضية أموالا كثيرة حول قضية تحليل المياه وأيضا الحفاظ على المياه وأيضا إعادة استخدام وإعادة تدوير المياه تعلمين أن مياه نهر النيل لدينا فيها حصة من النيل الأزرق والنيل الأبيض وهي تمثل 59 مليار متر مكعب وهي ثابتة من زمن طويل ونحاول أن نستخدم هذه المياه دون أن نطلب زيادة أكثر من هذا الرقم وال55 مليار ولكننا نحتاج مضاعفة هذا الرقم ثلاثة مرات ليلبي احتياجتنا حيث أن هناك نحن نحتاج المياه لخدمة قطاع الزراعة وحتى نتوسع في الأراضي الزراعية وأيضا نقدم تكنولوجيات جديدة في المجال الزراعي ونستخدم تكنولوجيا الصوبات الزراعية حتى نستطيع أن نحافظ ونستخدم أيضا أنزمة الرأي بالتنقيد في المناطق التي يمكن أن يكون مفيدا لها يظل الأمر بالنسبة لنا تحدي وبصفة خاصة مع الزيادة السكانية المضطردة وأيضا تأثير ذلك على المحافظة على مورد المياه تفضل المنطرد من من داخل Salut